في مدحف الفيفا وكان التيشرت كمان مزين بتوقيع كابتن محمود الخطيب الحقيقة يمكن حساب الرسمي للفيفا على الفيسبوك نشر فيديو لمندوب المدحف اللي كان موجود في المونديال هو أحد حراس المرمة السويسريين المشهورين يعني كان بيشتغل مدرب الحراس مرمة ولعب لأندية السويسرية شهيرة منهم نيو شاتل وبازل اللي لعب فيه نيو شاتل اعتقد اللي لعب فيه هاني رامزي وبازل طبعا اللي بتدى فيه صلاح مشواره وجراس هوبرز كمان دول دي ممكن أندية القيمة في سويسرا وزي ما حضراتكم شايفين كده طبعا يعني وانت بتكسب وبتحقق مركز فيه بطولة بطولة زي بطولة العالم للأندية انا بيتهالي ده كمان بيساهم في ان يكون الاهلي دي شهر عالمي بنأكد دايما عن الاهلي بالارقام وبالانجازات وبالبطولات نادي عالمي ليه مكانة وليه ترتيب وليه تصنيف على مستوى الأندية الكبرى لما بتكون موجود في محفل زي ده او بتشارك في بطولة زي دي وبتتخلص